أهلا بكم في آخر فقرة في حلقة نيلادي الجائزة الكبرى الفقرة دي عن الجائزة الكبرى الجائزة الكبرى لإسرائيل وهي العلاقات السعودية الإسرائيلية التي يرى البعض أنها تأخرت كثيرا أما لماذا تأخرت فده السؤال اللي ترحته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية خاصة أن الموضوع أصبح فيه كده غرام من بعيد لبعيد لكن كيف أصبح الحال أو هل في زيارة بايدن الأخيرة دي هل فيها خير أو فيها تطبيع علاقات تنسيق هيحصل خطوات متساعدة في العلاقات السعودية الإسرائيلية تنسيق تخطى الإعلام وعبور الطارات الإسرائيلية للأجواء السعودية وصولا إلى حديث عن صفقات عسكرية بين البلدين فهل تنزع زيارة بايدن الغطاء عن العلاقة المستترة أم تبدأ مرحلة جديدة صادمة من التطبيع مع بلاد الحرمين الشريفين للتغطية على هذا الموضوع واستعراض ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية ومراكز الدراسات معي الصديق الأستاذ أبو بكر الخلاف أهلا بيك أستاذ أبو بكر المدير مركز زاد الدراسات الإسرائيلية والعلاقة الدولية أهلا بيك أهلا بيك أستاذ محمد أهلا مرحبا أستاذ أبو بكر السؤال كيف تناقش وسائل الإعلام الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي التطبيع مع بلد الحرمين مع السعودية وهل سوف يتم اتخاذ خطوات قوية من البلدين في زيارة بايدن القادمة الحقيقة أستاذ محمد مرحبا بك أول من سأل هذا السؤال هم الإسرائيلين أنفسهم عندما نجد اثنين من أكبر وأشهر الصحفين إسرائيلين بيزوروا السعودية هذه الأيام ترقبا لزيارة بايدن وبيتكلموا من الأسواق السعودية باللغة العبرية وبيسألوا الناس هم الإسرائيلين هم أول من ذهبوا إلى المجتمع السعودي لينظروا هل هناك تجهيز للشعب السعودي بخطوة التطبيع أم لا فهي أيضا إشارة بأن هناك رغبة من النظام السعودي بأن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل معنا في الخبر الأول هو لأحد هؤلاء الذين زاروا السعودية قبل يومين تحديدا هو يؤاف ليمور عمل مقال في صحيفة إسرائيل اليوم منشور بتاريخ 3-7 بيقول فيه إن أنا حتى أو يسمعي ما يوم بيقول حتى سوئين التاكسي يصابهم الفضول الراجل بيقول لهذه الزيارة أنا تكلمت فيها إن أنا إسرائيلي مع عشرات الناس يعني هو الراجل كلما يروح هنا يقول أنا إسرائيلي ويشوف رد الفعل فبقول برضو في الأنوان جابناها جاي هامونيت سكرانيم يعني بيقصد إن كل الناس حتى سوئين تاكسي هم عندهم الفضول وبيقول أعلنت عن نفسي أنني مراسب للتلفزيون الإسرائيلي في الرياض لا يعني يعني هو عايز يقول إن هو في شارع الرياض مش يقال أنا إسرائيلي والناس قبلته عادي كده والناس قبلته عادي وقالوا أهلا بيك أحد الجلسة هو طبعا في الفقرة الأولى من المقالة بيقول إن أنا أول مبارح دخلت في مطعم وبعدين قعدت فقلت الوديع جانبي قال لي قال له أنت منين قال له أنا من إسرائيل فهو اللي أعجبه ده سكة بها اللي يعني وقعد يكمل أكل وقعد شوارج قال له بتبطوله بإسرائيل بجد قال له آه بإسرائيل أهلا بيك الإسرائيلي بيقوله أهلا بيك إحنا بنتعرف على كل الناس فهو قال له طالما أنت من إسرائيل وجيت هنا ما فيش مشكلة حني ما عندناش مشكلة يبدو إن الموضوع الناس ما بتعرف إن حتى زي كده دخل المملكة أكيد طبعا بيكون فيه جانب من النظام السعودي موافع على كده فبالتالي المواطن السعودي اللي بيتعامل بتعامل من ناحية خلاص وليه الأمر عايز كده يبقى تمام دخل السوق وسأل الناس أنتوا مبسوطين الأعمال بتاعتكم كويسة هل أنتوا بتكسبوا كويس خد اللي هو البشت بتاعهم دوت وقاسوا قالوا ده بكام قالوا بألف ومئتين ريال طب العقال ده بكام بقى كده دخل على المسجد وصلى توضى في الميضة كل ده جاي في الفيديو بتاع التلفزيون الإسرائيل حتى معانا في الخبر التاني معانا ألون بن ديفيد صح هم الاثنين عامل نفس القصة ألون بن ديفيد ويو أف لي مور لكن هنا بيتكلم على يو أف يولين هو يعني لم يصبح الموضوع مستحيلا إحنا الآن وجدنا فعلا أن هناك تمهيد للأرض في السعودية قام بها الولي العهد في الفترة الماضية وأن هذا الرجل هو سوف يكون علامة فريقة في بداية علاقات إسرائيلية سعودية لأول مرة لكن لو سألنا على الأسباب هو طبعا بيتكلم أن هناك مصالح مشتركة أدت إلى أن هذا التقارب يعني طب خلنا نشوف الفيديو بتاع ألون بن ديفيد في قلب الرياضة وبيعلن عن بداية حقبة جديدة بين البلدين وبيزور مسجد وبيحضر بيحضة يعني للسرنج وضع أن فيه سعادة يا عبدالر يا عبدالر طيب كان السؤال اللي أنا طرحته في الأول أنت قلت لي أني وسائل العلامة الإسرائيلية طرحته لماذا تأخرت العلاقات السعودية الإسرائيلية وطبعا في الإجابة على هذا السؤال هو قاله أن فيه عدة أسباب أهم هذه الأسباب هو مكانة السعودية في العالم الإسلامي بأنها بتعتبر نفسها الدولة الأولى الأهم النموذج والرمز للعالم الإسلامي فبالتالي دخولها إلى مثل هذه المناطق هذه هذه الخطوة التطبيقية ليست سهلة على ما كانت السعودية في العالم الإسلامي لكن هناك كانت إرهاصات بالرضى من خلال رضائها عن ما حدث مع البحرين والاتفاقات الإبراهيم كما نطلق عليها الاتفاقات الإبراهيمية مع الإمارات وأنها لم تندد بكافة هذه الاتفاقات التي قامت ترموها برضى لأنها تعتبر هي الدولة الخليجية الكبرى ولكن كانت هذه الاتفاقات بمثابة يعني نوع من اختبار يعني اختبار للرأي العامل العربي وكانت وجدت فيه فيه تحامل كبير جدا أو ربما موقف شعبي رافض لما يحدث في الإمارات والبحرين من أن التطبيق الشمال كل شيء فابتدأ السعودين يتراجعوا أن نحن عايزين المبادرة العربية لكن هو هنا بيقول أنه أنا الأواني الآن لأن يكون هناك هذه العلاقات وكشف في هذا المقال عن خطة ستخوم في الأيام القادمة وهي أن يكون هناك مسؤول إسرائيلي كبير مع بايدن في طائرته يأتي معه إلى السعودين بسدعادي بسدعادي لا هو بيقول الوقت أنت مفترض أنت منتظر الرئيس الأمريكي فتلاقي الرئيس الأمريكي جاي مع الطائرة جاي معه مسؤول إسرائيلي فبالتالي يصبح خلاص بقى الراجل جاي معنا فدي طبق أي البداية لكن هو قال هنا كمان القلوم بن ديفيد قال ده مش أول مرة جماعة ده نتنياه وزار السعودية في نيوم وقال كان فيه من الأمن والمساعد والأجهزة الإسرائيلية كثير منهم يجيه قايل ده بالتقرير باللفز وقايله كمان صوت وصور من السعودية يعني هو في السعودية وهو بيتكلم قدام الكاميرا بالعبري قال الكلام ده قال الناس دي جات عندنا كنا بنتكلم معهم لكن الجديد هو أن يصبح ذلك معلنا فقضية هنا هو إعلان عن أن من الحاجات التي كانت واضحة جدا هو موضوع فتح المجال التجوي نحن بنتكلم هنا أن كان فيه إنكار من المثقفين والكبار السعوديين بأنهم يدافعون أن النظام السعودي لا يقوم بذلك وأنه لا توجد علاقات وأن كل ما يشع هو من الطرف الإسرائيلي فقط من أجل مزيد من الإشعاعات حول المملكة السعودية في هذه العلاقات لكن الراجل ألف من وسط السوق اللي كان بشتري بيتفرج فيه عن العقلات وكلام ده قال بالعبري إحنا عندنا شركات إسرائيلية بتخوم ببيع منتجات أمنية للسعودية وعندنا تجار كتير أو شركات تكنولوجية متدخلة لكن ليست بشكل واضح ليست بشكل يعني فيه اتفاقات ولكن ليست بشكل مباشر لكن الناس موجودة والاتفاقات بتتم لكن بتتم عبر أسماء أخرى فهناك اعتراف طيب طيب سريع عشان الوقت بيعد مني وباقي حوالي سبع دقائق أنا بس كنت بسأل أو أنت معناه هنا أنه هناك سفقات أمنية ضخمة بين إسرائيل والسعودية سيتم الإعلان عنها خلال زيارة بايدن أيضا فيه خبر على موقع قناة الاثنشر بتقول الإدارة أو قربان تقرب للإدارة الأمريكية سريعا ممكن ترك ضوء على الخبرين دول هو الخبر الأولاني موضوع هو القربان هنا بنتكلم على أن التطبيق هنا يقع على مصالح مشتركة محمد بن سلمان بعد حدث تخشيش شعر بأنه أصبح وفقا للإدارة الأمريكية منبوزة لن يتم التعامل وبالتالي الوصول إلى الإدارة الأمريكية هو سيكون عبر إسرائيل لوكيلتها في الشرق الأوسط ده شيء معروف وكل الناس بتقرر طيب الآن إسرائيل ماذا تريد من السعودية تريد أن تكون السعودية مثلها مثل الإمارات والبحرين ويكون هناك خطوات تطبيع هذا التطبيع يؤدي إلى جوانب اقتصادية وجوانب استراتيجية إنهم يشتروا سلح من إسرائيل والقبة الحديدية عشان تحميهم من إيران بتظهر هنا فزعت إيران أن المصلحة المشتركة هناك عدو مشترك لإسرائيل والسعودية أو دول خليجة عملا هو متمثل في إيران وبالتالي علينا أن نواجه جميعا إيران طيب الأمريكا جاية إيه جاية رس الصفوف إن إحنا هنعمل تحالف عربي مشترك متكاون من السعودية والإمارات والبحرين ومصر عشان مين يا شباب عشان نواجه إيران طيب الموضوع ده محتاج إيه محتاج مناورات مشترك محتاج إن إحنا ناخد السلاح ما عندناش سلاح طيب نشتري نعمل صفوخات جديدة طيب مين اللي ماسك الأجهزة الدفاعية اللي بيبيع هنا في المنطقة مين إسرائيل ناخد من إسرائيل الأجهزة دي بقى كده إسرائيل استفادت على النطاق الأمني والاستراتيجي دخلت في العمق العربي جاءت أيضا هناك اتفاقات اقتصادية بتدر عليها المال برضو كل الناس دي اللي عايزة تطلع بعد كده هتطلع الغاز بتاحها والبترول بتاحها على أوروبا ممكن نعدي على الأنابيب الإسرائيلية يبقى كل دي منافذ من الاقتصاد الإسرائيلي الذي سيرتفع ويزدهر في ضوء الاحتياج للتكنولوجيا من الجانب العرب لكن القضية هنا هو أن التمهيد الذي أشير إليه في هذه المقالة أن النظام السعودي يبزل جهة كبيرا لتقريب وجهة النظر وإحنا عندنا خبر رقب 8 كمان الناس راحت حقامات لا عندي خبر تاني في فيديو في فيديو بيقول أن المسؤولين السعوديين طلبوا من أحد المراسلين لنزل الرياض بعدم نشر هذه الصور على وسائل التواصل خلا نشوف ده وإنت تترجم لنا الله يخليك اتفضل نشوف كده إذا أستطيع هناك أشياء جيسون ده طبعا الاختصار الراجل ده اسرائيلي اسمه إلي وبيحطط الصورة بتاعت الفيديو لصحبه اسمه جاسون جاسون ده كان نازل في السعودية في مكان عام في الرياض من كام يوم ضمن الناس اللي بتروح وابتدى يصل برجي في مكان عام في الرياض وراح عامل للتفيلة بتاعته دي لف اللف على دي على دريعه لبس الرمى الغطرة اللي ورا دي وحط بتاع الصلق في مكان عام في الرياض وقال إنه هو لما شاهد السعودين كده هو كده سؤلي هو كده بيصلي صح؟ آه بيصلي آه عندهم كده زي حبل بتربط على الإيد آه 15 لفة وبيحط للقبة فهو قال إنما صليت كده في رياض في مكان عام ما حاجش منعني وبعدين بس واحد جي قرب منه من المسؤولين اللي هم صاحبين وليفود اللي بتوصل ديت قالوا لو سمحت ما تنشرش الحاجات دي في الانترنت لإني معرفة إن أنت تصلي في داخل المملكة ده ما كان مش موجود فده يعملين حرار فهو بيقول بيشكر صاحبه إن هو ما بيالتزمش بالتعليمات هو اللي عايز ينشر من حاجة يمشورها فده بيتكلم يعني إن هو ما حاجش يدر يقولون منين المسؤولين السعودين بيقولوا الإسرائيليين خبوا الصور بتاعتكو في الرياض ومنين أنت واضح إن السعودية مرحبة يعني بالتطبيع الإسرائيلي بدليل ما ذكرته حضرتك هما مش حابين برضو هما كابين في المقالة علينا تطبيع السعودي سيأخذ طريقه روايدا روايدا لكن هما بيروا إن بعض الأفعال قد تكون استفزازية للشعب السعودي أو تكون تجعل لهم على محمد بن سلمان أن وصلت السعودية لهذا الحد فهو واجد إن منظر الصلاة إن هو راجل ييجي ويصلي في الرياض في مكان عام وكيهودي والناس كلها حواليه هو مصر ويصلي ممكن يصلي في قطه في الفندق لكن ده نازل في الميدان يصلي فهو الرسالة بتاعته الراجل بقوله طب لو سمحت يعني أنت لو هتصلي مش شرط أنت تنشرها خلاص أنت صليت في مكان عام وسبنك تكمل صلاة لكن هو دي عادة اليهود يعني حتى في الزيارات اللي قام بها نتنياهو إلان يوم لما كان فيه تنسيقات سابقة كان هناك شرط من المملكة السعودية قال لا تعلن هذه الزيارات أنا اللقاءة مع محمد بن سلمان والتنسيقات اللي بتجري لا يعلن عنها في الإعلان بعدها بيصرب لمسؤولي الملحقين المرسلين العسكريين الموجودين في الجرائيل السعرائي أنه كان التقى مع محمد بن سلمان في نيوم فبالتالي بيجي حرج ويروح جاني السعودين لم يكن ولن يحدث أننا قبلناه وكل ما يزاع فهو كذا والإسرائيل بيسكتو فدي عارة الإسرائيليين إن هو ممكن يعمل الفضيحة بعدين خليك تواصل هو ده اللي كنت عايزة أقول لك عليه بس يعني نفرق ما بين كلمة إسرائيلي وما بين يهودي لأنه اليهود في منهم مع القضية الفلسطينية في منهم معانا في القضية الفلسطينية في منهم متعاطف مع القضية العالمية لكن نحن نتحدث أو أنت تتحدث تحدث عن السلوك الإسرائيلي السعودي ولا تجمع وأنا محدد في كلامي أنا بقول هنا حتى اليهودي الذي يصلي هو يهود إحنا بكلمنا نقول له في الفقرة التي تم إن هم بعتوا وفود ده موقع الخارجية الإسرائيلية الرسمي بيقول إنه موقع وفود رسمية يهودية بتزهور السعودية من أجل تقارب الأديان ده كان جديد ده جديد على السعودية نتستقبل مثل هذه الحوارات أو لأول مرة ببعصة زعماء الجالية اليهودية بتصل وبتكلم مع مين مش جاي إنه يقعد مع أي حد يقعد مع رئيس الرابط العالم الإسلامي الرجل اللي بكده رح له من الهولوكست وبكى هناك وصلى كان فاتته صلى فصلى وقال لهم نحن مع ضحايا اليهود والنزيها وكلام تروى سؤالي بك أنت يا سيدة أباك يعني كان أحد السعوديين زار أنا حضرت أحد الجلسات في تويتر اللي هو الساحات اللي بيعملها بيكون زي كلاب هاوس كده بتكلموا فكان إيدي كويان ودخلوا مع السعوديين فقال لهم العلاقات السرية بين السعودية وبين إسرائيل فالسعوديين كلهم هجموا على المحادثة ما حصلش فقال لهم محمد بن سعود ده اللي بييجي ده بيحيي نتنياهو وراجل عضو أساسي عندنا في اللي كود يعني كلها بخش انتخابات بيطلع ببس مباشر قالوا ده معاجل سياة تانية للجانب السعودية لذلك صمح لهم لكن هو مقيم في الرياض لكن عندما تلاقي برضو في الرياض تم استقبال مواطنين سعوديين عادين بيستقبلوا إسرائيليين مين هي ده الاستقبل الإسرائيلي عنده في السعودية غير لما يكون برد يعني أنت تتوقع يا بوكر عشان الوقت خلص للأسف تتوقع أنه العلاقات السعودية الإسرائيلية في زيارة بايدن ستأخذ سريعا مجرى كبير أم أنه برضو هتفضل روايدة روايدة سريعا بس هو هنا بقيلين أن العلاقات السعودية الإسرائيلية سوف تكون بشكل مختلف عن الاتفاقات الإبناء يجب أن نحافظ على السعودية لمكانتها الدينية حتى تحافظ على مركزها سوف تبقى هناك خط جديد سيكون للسعودية يعني بيقول احنا مش عايزين نبقى زي الإمارات والبحرين بأزل وضوح الصارخ لكن هنتعامل مع السعودية بطريقة معينة عشان محمد بن سلمان لديه وصول إلى العرش ووصوله إلى العرش يقتضي عدم إصارة القلاق الداخل العائلة السعودية والمحفظة على مكانته فعشان الرجل بس يستلم العرش بسلام نخلي الدنيا تمشي هادي لكن هما قالوا هو وعدهم بأنه فورا تلاكوا للسلطات كاملة هو سوف يكون مرحلة جديدة هو اللي تكلم عنه في شهر مارس اللي فات لما قال احنا بننظر إلى علاقات قوية مع اسرائيل وبعدين لما حصل أي هجوم قال لهم لا ده أنا أقصد لما تخلص القضايا الفلسطينية والأكويسين فهو الرجل اللي يقول الكلمة ويحاول بقدر إمكان يعني يرجع فيها شوية ويقدم قدام إلى أن يأخذ الشعب السعودي على الموضوع والدنيا تمشي زي الفول مشكورة جدا أبو بكر حلاف مدير مركز زاد وبالنسبة للنقطة الأخيرة هو موضوع الدفاعات يعني الاتفاق اللي جاي بي بايدن أن الدفاعات كلها تبقى الدفاعات الجوية كلها من إسرائيل بشكل واضح وصريح التسليح لفترة قادمة من الجانب الإسرائيلي بشكرك الزميل أبو بكر خلاف مدير مركز زاد للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية والعلاقات الإسرائيلية بشكرك جدا خلين أقول لكم في الآخر أبو بكر خلاف حدد هو بيتحدث عن الإسرائيليين اللي زاروا الرياض ولا يتحدث عن اليهود بشكل عام هو كان محدد وقال أنا كنت محدد وواضح في النقطة دي أنا أتحدث عن الزيارات المواطنين الإسرائيليين ولا يتحدث عن اليهود على أي حال عاجلا أو آجلا ستقع المفاوضات بين إسرائيل وبين السعودية عاجلا أو آجلا سيتم التطبيع بين الدولتين ولكن لأن السعودية هي الجائزة الكبرى كما أطلقت عليها إسرائيل فالجائزة الكبرى تستحق كثير من الجهد والمعاناة والتعب أفتكر أننا وصلنا لآخر حلائتنا للعديد إلى أن ألقاكم غدا إن شاء الله تصبحوا على وطن حر تصبحوا على خير